جماعة اليوم يوم مهم وفي خلال 24 ساعة راح نشوف حركة كبيرة في البيتكوين وهذا كمان راح يأثر على بقية سوق الكريبتو فهذا شيء اللازم تشوفه راح نتكلم عن البيتكوين على المدى الطويل والقصير راح نتكلم عن هذا النموذج الكبير بنتكلم كمان عن شيء مهم لازم نركز عليه زي ما قلت في خلال 24 ساعة اعتقد انه راح نشوف حركة كبيرة وكمان هل توقع البلان بي راح يكون صحيح؟ مرحبا بكم مرة اخرى اسمي منصور وقدم لكم فيديوهات عن العملات الرقمية كل يوم ومعلمكم كيف تحصلوا على ارباح من هذا السوق اذا انت جديد على هذا القناة سووا سبسكرايب وفعل الجراسة الان طيب خلونا نتكلم عن البيتكوين هنا واشهل نقدر نشوفه؟ نقدر نشوف هنا في البيتكوين انه بعد هذا الهبوط هنا الكبير ظلينا نتماسك في هذه المنطقة وحصلنا على معاناة في كسر الخط البرتقالي هذا هنا للأعلى عند مستوى 55200 دولار وهذا النموذج اللي تشوفوه هنا هذا يعتبر نموذج متعودين احنا عليه هذا النموذج او هذه التشكلة هي تشكلة البرفلاك اللي هي تعتبر الراية الهابطة طيب او في العادة اللي نشوفه من هذا النماذج انه نشوف استمرارية في الهبوط يعني هذا بشكل عام فبعد هذا التماسك اللي هنا ربما راح نتماسك اكثر او ربما هذا يكون هو التماسك وبعدين راح ننزل ونختبر مستوى 51700 دولار واللي انتو عارفين كمان انه انا مؤمن انه هذا الخط او هذا المستوى راح يكون دعم قوي في البيتكون هنا طيب او اذا رجعنا للوراء هنا تقدروا تشوفو انه حصلنا على هذه النماذج اللي زي كذا يعني اول شي نحصل على هبوط وبعدين نحصل على فترة التماسك وبعدين نحصل على هبوط اكثر فنحصل على هبوط وبعدين نحصل على تماسك زي هنا في هذه المنطقة تقدروا تشوفو حصلنا على هبوط وبعدين حصلنا على تماسك صغير هنا على فريم الأربع ساعات وبعدين هبوط آخر للأسفل طيب فهذا نموذج شائع دائما يحصل وبالذات يحصل لما نكون إحنا في تريند هابط تقدروا تشوفوا ننزل وبعدين تماسك وبعدين ننزل وبعدين تماسك وبعدين ننزل فهذا أكيد شيء لازم ننتبه عليه ولكن اللحظة أو الوقت اللي ممكن يكون فيه هذا النموذج فرصة للشراء هو لما نحصل على الهبوط وبعدين نحصل على تماسك زي هذا التماسك اللي هنا ولكن شوفوا هنا إحنا عند مستوى دعم مرة قوي هذا الخط البني هنا دعم مرة قوي فمن هذه النقطة ما حصلنا على هبوط آخر ولكن هذا قادنا إلى صعود من هذه النقطة وفي الحقيقة حصلنا على هذا الشيء يعني إيش هذا هذه الشمعة مجندة هنا طيب هذه أتوقع أنه كانت اختبار بس للناس قالوا لا ما بنطلع للفوق صار هبوط قاولي الخط البني اللي تحت وبعدين شراء قاولي الأعلى طيب فبشكل عام هذا شيء لازم نركز عليه لأنه هذا النموذج مش بوليش هذا النموذج سلبي شوية طيب ولكن يعني حتى إذا هبطنا فما في مساحة كبيرة للهبوط يعني إذا طلعت رؤيتي صحيحة وحصلنا على هبوط وهذا الخط كان مستوى دعم قوي عند 51.600 دولار فهذا راح يكون هبوط بنسبة 4% وحاليا في ناس كثير خايفة في السوق لأنه الآن سبب هبوطنا في السوق هو أكيد بسبب فصلة الكوفيد الجديدة اللي اكتشفوها وبسبب كمان هبوط الأسواق التقليدية فرح نتكلم عن هذا السناريو هنا في الأسواق التقليدية ولكن قبل هذا عايز أوريكم هذا النموذج هنا على فريم الأربع ساعات طيب هذه تشكلة الوجه اللي تكلمنا عنها تشكلة الوجه الهابطة على فريم الأربع ساعات والنموذج هذا أو تشكيله هذه لسه قاعدة تشكل الآن وهذا راح يقود إلى كسر كبير جدا وربما هذا التماسك أو الحركة هذه تستمر تقريبا إلى اليومين القادمين ولكن أكثر شيء تقريبا يمكن يكون أسبوع ولكن أكيد في النهاية راح نحصل على هذا الكسر في البيتكوين وهذا راح يكون كسر قوي جدا وكمان يا جماعة لسه باقي يومين فقط إذا عايزين تستغلوا هذا العرض اللي يعطيكم أفضل مؤشر لتداول على الإطلاق لمدى الحياة باقي بس يومين علشان تستغل هذا العرض إذا عايز تستخدم اللوكس ألغو فالرابط راح يكون موجود في أعلى صندوق الوصف فاستخدموا هذا الرابط إذا عايزين تحصلوا على اللوكس ألغو طيب خلونا نكمل الآن في مستويين اللازم كمان ننتبه عليهم هنا هو أول مستوى عندنا هنا الموفينج أفرج اللي بنفسجي هنا هذا الموفينج أفرج مئة يوم وهذا الخط حاليا يدعم البيتكوين هذا على الفريم اليومي وإذا كسرنا من هذا المستوى فالمستوى اللي بعده اللي راح يمسك السعر ورح يكون مستوى دعم هو الخط الأزرق هذا مستوى عند 45700 دولار هذا الموفينج أفرج مئتين يوم ولكن مرة أخرى قبل ما نوصل إلى هذا المستوى رح يكون كمان في مستويات دعم كثيرة لازم نكسرها أول شيء فخليكم انتبهين لهذا الشيء وبشكل عام أنا أحس أنه هذا كان توقيت مرة سيئة للأسواق التقليدية إنها تهبط بسبب فصيلة الكوفيد لأنه زي ما تعرفوا أنه بعد الخط الأزرق هذا بعد موسم العطلة أنا متوقع أنه البيتكوين راح يطلع بشكل عام ولكن الوضع الحالي اللي صار في الأسواق التقليدية يعتبر يعني زي الماء على النار هنا في البيتكوين وفي نظرتنا بشكل عام ولكن لسه أعتقد أنه هذا الشيء راح يحصل ولكن أكيد لما نشوف الأسواق التقليدية تهبط بهذه القوة وزي ما تعرفوا هذا شيء أنا قاعد أقول لكم يا من أول ما بديت هذا القناة دائما راقبوا الأسواق التقليدية ولكن بصراحة بالنسبة لي أنا أشوف أنه البيتكوين وسوق الكريبتو ماسك بشكل جيد الآن أثناء هبوط الأسواق التقليدية بهذا الشكل وهذا يقودني إلى نقطة الثانية اللي هي أنه الأسواق التقليدية راح تفتح اليوم أسواق الفيوتشرز راح تفتح اليوم الأحد في المساء تقريبا في خلال عشر ساعات فهذا يعتمد على طريقة الفاتح إذا فتحت بشكل أحمر ونزلت بشكل كبير فكمان توقعوا أنه البيتكوين راح يحصل على هبوط قوي كمان ولكن إذا قدرنا بأي طريقة أنه نحصل على تماسك صغير هنا وكمان نطلعنا شوية فأعتقد أنه هذا أكيد راح يكون شيء جيد للبيتكوين فهذا شيء لازم نراقبه يا جماعة راقبه لما تفتح الأسواق التقليدية اليوم طيب بالنسبة لي هل أعتقد أنه راح يفتحه أخضر أو أحمر سيء أو جيد بصراحة أنا أشوف أنه المخاوف قاعدت تزداد من ناحية فصلة الكوفيد الجديدة هذا اللي طلعت والحضر يزداد والمخاوف كمان تزداد فرح نشوف يا جماعة راح نشوف كيف راح تكون ردة فعل السوق لأنه بنفس الوقت السوق كمان يعرف أنه في آخر مرة حصل هذا الشيء في عام 2020 أيها تقريبا في 2020 فلما حصلنا على الهبوط الكبير في الأسواق بشكل عام يعني سوق الكريبتو وكمان الأسواق التقليدية بعد الهبوط الكبير اللي صار الأسواق حصلت على ارتفاعات ودخلت في طلوع مرة قوي طيب فعلى أمل أن الناس تعلموا من اللي صار من قبل وراح يكونوا مستعدين أنه هما يتمسكوا وما يبيعوا كل شيء عندهم ولكن يحاولوا أنهما يبحثوا عن فرص ويشتروا الهبوط ولكن راح نشوف يا جماعة راح نشوف يعني بشكل عام هذا يزيد المخاوف في السوق ولكن بشكل عام أتمنى أنه الناس يعني راح يتصرفوا بحكمة وما يحاول نزل السوق أكثر من ما هو نازل فراح نشوف يا جماعة عندنا هنا مستوى الدعم القادم عند 4,475 دولار هنا في الأسواق التقليدية طيب وبالنسبة للإيثيريوم كيف أداة الإيثيريوم الآن الإيثيريوم يحصل على دعم هنا من عند مستوى 4,000 دولار فبشكل عام أعتقد أنه هذا زي ما قلت مستوى دعم قوي هنا في الإيثيريوم والإيثيريوم الآن نفس البيتكوين يعني شكله مش سيء جدا نحن الآن عند نفس المستوى اللي كنا عنده تقريبا قبل أسبوع وكمان قبل أسبوعين فنحن الآن هنا في نفس المستوى وهذا هو اللي أقصده لما أقول أن سوق الكريبتو ماسك بشكل زيد أفضل من اللي نشوفه هنا في الأسواق التقليدية طيب جماعة هذا كان كل شيء عندي اليوم شكرا جزيلا للمشاهدة أتمنى لكم التغفيق وأشوفكم في الفيديو القادم